اصحب غالي بالا أني براني يجرانا بدأنا موسم الصيف وبدأ معاي موسم الأفراح ومع أعلان عدد كبير من القاعات الكبيرة سواء في الفنادق أو المراكب إن الحجوزات لحد شهر أكتوبر بشكل يومي انتهت فحبينا نعرفكم أسعار المطربين ورقصات في الأفراح من غير ما نطول عليكم تعالوا عرفوا المينيو فيه إيه عشان اللي يحب يطلب يشوف اللي ينسبه لو نفسك تجيب الفنان الكبير عمر ديال في فرحك وأفكر إن المشكلة مشكلة فلوس أحب أقولك إن الموضوع مش موضوع فلوس بس خالص ده في حاجات تانية ومواصفات لازم تتوافر فيك وقف العروسة عشان الهضبة يوافق إنه يتنازل ويغني في فرحك عمر ديال فضل أجره يعلى يعلى لحد ما وصل النهاردة لأكتر من 2 مليون ونص بس لو المبلغ ده بالنسبة لك عادي انت شخصيا ممكن تبقى للهضبة مش عادي عمر ديال بيعمل انترفيو للعريس والعروسة ولازم يعرف هم مين وأهلهم مين حاجة كده زي السيفي بتاعهم يعني وبعدها هيقرر إذا مناسب إن العيلة دي يغني ليهم ولا لا ولو إنت عايز نجمي جيل تامر حسني هو اللي يحيي الفرح فالموضوع هنا أبسط شوية بس قبل ما أقولك هو بياخد كام ما تحلمش إنك تجيبهم هما الاتنين زي ما حصل ففرح أحمد عصان من فترة اللي كان ترند قوي كلنا شفناه دي حاجة كده زيها زي الفرح ما بيحصلش في العمر إلا مرة واحدة تامر حسني بياخد في الفرح مليون ومتين ألف جنيه ومعندوش شروط صعبة زي بتاعة عمر دياب تامر بيحب يفرح الناس أكتر من أي حاجة تانية حمائي هو اللي كان واحد من ضمن مجموعة النجوم الكبار وأجره رقم مش قليل يعني مثلا في الفرح بياخد 900 ألف جنيه هو بيكون خيار مناسب جدا لأغلب العرسان عشان الأغاني الرومانسية الصوت الهادي كمان بيدي أوبشن حلوة قوي إنه ما بياخدش الفلوس كلها مرة واحدة بس مؤخرا ظهوره بقى وليل بيقدم عدد حفلات وأفراح وليل جدا عن المعتاد ومحدش بقى يعرف يوصله ومدير أعماله طول الوقت بر مصر ما بقاش خيار سهل أو متاح عند أي عريس وعروسة عايزينه يحي فرحهم ولو عندك حنين لأيام التسعينات والألفنات الأولى ففي الحالة دي يبقى مصطفى أمر هو والحد ممكن يجي في بالك حاجة كده فيها باهجة وسعادة هيرقص الفرح كل ومش هيخد أكتر من 200 ألف جنيه بس اللي عايزيلي ماشي على خط الهضبة هو كمان بيعمل انترفيوهات للعريس والعروسة بس مش عشان يبالهم ويرفضهم زي الهضبة عشان يعرف دماغهم إيه الأغاني اللي هتكون مناسبة إنهم يغنوها في الفرح وأحياناً بيدخل في دي كورو تفاصيل الفرح عشان يساعدهم إنهم يطلعوا بأفضل صورة وده بقى أجره بيكون في حدود 150 ألف جنيه للساعة الوحدة ولو عايز حد يرقص الفرح وبس حاجة كده تعمل هيسة والزيتة والناس تفرح وتنبسط فعندك عدد كبير من مطربي المهرجانات حسن شاكوش عمر كمال رضا البحراوي ولو أسعار المطربين حسيت إنها كتير ومش حابب تدفع الرقم ده خاصة إن الدي جي ممكن يبقى حلة جميل جداً ممكن هنا بقى تجيب رقاصة تنعنش الفرح ومش هتاخد رقم كبير قوي يعني عندك سفينار بتاخد 100 ألف جنيه بس وممكن تجيب لورديانا أو جوهرة هيكونوا في حدود 60 ألف جنيه ولو عايز تدفع أقل مفيش أكتر من الرقاصات الروس والأوكران في مصر المحترفين بس مش مشهورين بياخدوا أجور معقولة جداً